ده بيقودني لسؤال تاني يعني أصبح هناك كما يبدو رؤيتين على الساحة حضرتك بتتكلم بمبادئ وبنفس الشرعية الثورية يعني قمنا بثورة طبيعي كرئيس جيب بعد الثورة يسلك يدير البلاد بطريقة دي لكن البعض عند الإخوان مثلا ممكن يقول إحنا أصبحنا الدولة إحنا أصبحنا الحكم وبالتالي يبدأ يتكلم بمبدأ الشرعية الدستورية أنا انتخبت وأصبحت رئيس لا لا مزموط لا لا هو كان يتكلم بمفهوم الشرعية الدستورية خلاص انت انتخبت رئيس شرعية دستورية نصكم لأنها طبعا جاءت نتيجة انتخب زي ما انت شفت بقولك رئيس منتخب بدون دستور رئيس قاعد هو رئيس والسلط والمجلس العسكري هو البرلمان يعني ما هيش دي ولا هي شرعية ثورية ولا هي شرعية دستورية دسة في الحالة ضبابة ضباب دي يعني كلمة لطيفة حتى لو عاوزت تحكم برئيس الدولة اذا بتشتغل شرعية دستورية زي ما انت بتقول ما تطلعش تقول انا قراراتي محصنة دي مش موجودة فيها شرعية دستورية فانت ولا ما احنا مشكلتنا يا خالد عمرنا مفهمنا ولا فكرنا ولا عقلنا ان احنا رايحين فين انت دي دي صورة وشرعية ثورية والغاية امتى الشرعية ثورية دي حاجة تانية وبتعزل الناس وبتدخل وبتاخد قرارات مخالفة شرعية دستورية ولا شرعية دستورية هو برضو رأس على الحبار يعني اللي هو قرار التحصين ده سيبه قرار التحصين ده لا سلطه في شرعية دستورية وشرعية ثورية من واحد رئيس جمهورية منتخب تبقى مفروض شرعية دستورية